قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا ابي عن صالح ابن كيسان وحدث ابن شيهاب عن ابي امامة ابن سهل عن ابن عباس انه اخبره ان خالد ابن الوليد اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحريث وهي خالته فقدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحمد بن جاءت به ام حفيد بنت الحريث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فقال بعض النسوة الا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل فاخبرنه انه لحم ضب فتركه فقال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام احرام هو قال لا ولكنه طعام ليس في قومي فاجدني اعافوه قال خالد فاجتررته الي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال ابن شيهاب وحدثه الاصم يعني يزيد ابن الاصم عن ميمونة وكان في حجرها حفن روح حدثن مالك عن ابن شيهاب عن ابي امامة ابن سهل عن عبد الله بن عباس وخالد ابن الوليد انهما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد ان يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت احرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافوه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حثنا يزيد بن هارون اخبرنا العوام بن حوشب عن سلمة ابن كهيل عن علقمة عن خالد ابن الوليد قال كان بيني وبين عمار بن ياسير كلام فأغلست له في القول فانطلق عمار يشكوني الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خالد وهو يشكونه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجعل يغلظ له ولا يزيد الا غضطا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم فبك عمار وقالا يا رسول الله هلا تراه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه قال من عد عمارا عداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله قال خالد فخرجت فما كان شيء احب الي من رضا عمار فلقيته فرضي قال عبد الله سمعته من ابي مرتين حدثنا عتاب حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا يونس عن الزهري اخبران ابو امامة ابن سهل ابن حنيف الانصاري ان ابن عباس اخبره ان خالد ابن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به اختها حفيدة بنت الحريث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قول ما يقدم يده لطعمين حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن قدمتن اليه قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد ابن الوليد احرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بارد قومي فاجدني اعافوه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلم ينهني حدثنا احمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن حرب يعني الابرش قال حدثنا سليمان بن سليمين ابو سلمة عن صالح يعني ابن يحيى بن المقدام عن جده المقدام ابن معدي كرب قال غزونة مع خالد ابن الوليد الصائفة فقريما اصحابنا الى اللحم فسألوني فقالوا اتأذن لنا ان نذبح رمكة له فدفعتها اليهم فحبالوها ثم قلت مكانكم حتى اتي خالدا فاسأله قال فأتيته فسألته فقال غزونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فاسرع الناس في حضائر يهود فأمرني ان انادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة الا مسلم ثم قال ايها الناس انكم انكم قد اسرعتم في حضائر يهود ألا لا تحلوا اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الاهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيل حثنا يزيد بن عبد الربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كريبة عن ابيه عن جده عن خالدي بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل والبيغال والحمير حثنا علي بن بحر حدثنا محمد بن حرب الخولاني حدثنا ابو سلمة الحمصي عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابن المقدام عن جده المقدام بن معدي كريبة قال غزوت مع خالدي بن الوليد الصائفة فقريم اصحابي الى اللحم فقالوا اتأذن لنا ان نذبح رمكة له قال فحبلوها فقلت مكانكم حتى اتي يا خالد بن الوليد فاسأله عن ذلك فأتيته فاخبرته خبر اصحابي فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فاسرع الناس في حضائر يهود فقال يا خالد نادي في الناس ان الصلاة جامعة لا يدخل الجنة الا مسلم ففعت فقام في الناس فقال يا ايها الناس ما بالكم اسرعتم اسرعتم في حضائر يهود الا لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها وحرام عليكم حمر الاهلية والانسية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيل حسنا عفان قال حدثنا ابو عوانة عن عاصمين عن ابي وايل عن عزرتابن قيس عن خالد بن الوليد قال كتب الي امير المؤمنين حين القى الشام بوانية بثنية وعسال وشك عفان مرة قال حين القى الشام كذا وكذا فامرني ان اسير الى الهند والهند في انفسنا يومئذ البصرة قال وانا لذلك كاره قال فقام رجل فقال لي يا ابا سليمان اتقل لها فان الفتن قد ظهرت قال فقال وابن الخطاب حي انما تكون بعده الناس بذيب الليان وذيب الليان بمكان كذا وكذا فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر فلا يجده قال وتلك الايام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ايام الهرج فنعوذ بالله ان تدركنا واياكم تلك الايام حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانة عن عاصمين عن ابي وايل عن عزرتابن قيس عن خالد بن الوليد قال كتب الي امير المؤمنين حين القى الشام بوانية بثنية وعسال وشك عفان مرة قال حين القى الشام كذا وكذا فامرني ان اسير الى الهند والهند في انفسنا يومئذ البصرة قال وانا لذلك كاره قال فقام رجل فقال لي يا ابا سليمان اتقل لها فان الفتنة قد ظهرت قال فقال وابن الخطاب حي انما تكون بعده الناس بذيب الليان وذيب الليان بمكان كذا وكذا فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر فلا يجده قال وتلك الايام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ايام الهرج فنعوذ بالله بالله ان تدركنا واياكم تلك الايام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة ابن كهيل قال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاشتر قال كان بين عمار وبين خالدي بن الوليد كلام فشكاه عمار الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يعاد عمارا يعاده الله عز وجل ومن يبغضه يبغضه الله عز وجل ومن يسبه يسبه الله عز وجل فقال سلمة هذا او نحوه حدثنا ابو المغيرة حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن ابيه عن عوفي بن مالك الاشجعي وخالدي بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلبة حسنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال استعمل عمر بن الخطاب ابا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد قال فقال خالد بن الوليد بعثى عليكم امين هذه الامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح قال ابو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله عز وجل ونعم فتى العشيرة ترجمة نانسي قنقر